كتل 13 شخصاً على الأقل في أقوى زلزال يضرب ألبانيا منذ عقود من الزمن وقع فجر الثلاثاء وتسبب بأضرار جسيمة مع انهيار مبان عالق تحت أنقاضها عدد من السكان ونقل 150 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح في العاصمة تيرانا ومدينة دوريس الساحلية التي طالها الزلزال وبلدة توماني الواقع شمال العاصمة والتي أصيبت بأضرار جسيمة وحيث انهار مبنى من خمس طبقات بشكل شبه كامل ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات فاصل أربعة على مكياس رختر فجر الثلاثاء مثيراً حالة من الهلع لدى السكان العاصمة الذين نزلوا إلى الشوارع وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد أربعة وثلاثين كيلومتراً جنوب غرب تيرانا وعلى عمق عشرة كيلومترات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر